أكد أمين حركة كفا رحيم الدراجي لبرنامج المشهد الأخير أن جميع الأحزاب السياسية شاركت في الفساد مشيرا إلى أن فتح ملفات الفساد سيضيح بالطبقة والمنظومة السياسية بأكملها فساد بالعراق ليس فساد مؤسسات بالأصل فساد أحزاب وسياسيين وذات الذكرين أنت أذكرت شهادتين هاي الشهادتين من قبل السياسيين يأكدون أن الفساد سياسي وحدة من عدهين مع أبو بلال الأديب في أحد لقاءات أكد أنه أي فتح ملف فساد سوف يؤدي إلى انهيار العملية السياسية لأن الطبقة السياسية الأولى كلها يتم اعتقالها هذه شهادة لو مشهادة يعني أنت تقصد أنه أبو بلال الأديب كان يقصد أنه حلقات متصلة شخص بشخص هذا لا صدق مية بالمية هو بس قصدي بالنتيجة يقول فتح أي ملف فساد يؤدي بالنتيجة إلى أنهاء الطبقة السياسية الأولى لأنه يتطين مع بعض طبعا أنهاءها يعتبر انهيار العملية السياسية فتحصل لعملية سياسية قائمة على سراق هاي الشهادة الأولى الشهادة الثانية في أحد لقاءات الأستاذ العامر قال إحنا نضغط على القضاء إحنا مسجل هذا اللقاء نعم إحنا نمارس سلطة على القضاء أن ما يفتح أي ملف شون السبب؟ هو لأنه القضية مشتركة تذكرين بالبرلمان من قام أحد الأخوة الكرد وقام وحشاه صراحة بتاعت قبة البرلمان قال تفتحون علينا ملف نفتح عليكم ملف فأنت غطي لي وأني غطي لك خلص فالنتيزة النهائية اللي هي يعني موضوع الفساد بالعراض أن هناك منظومة هاي المنظومة يشتركون بها السنة والشيعة والكرد والأقليات وياهم نعم هاي المنظومة كلها مشتركة بهذا الفساد شكرا